موسيقى خلال لقائه عددا من رؤساء أجهزة المخابرات الرئيس سيسي يؤكد دعم مصر لجميع المبادرات التي تعزز التعاون بين الدول العربية نحن نؤكد في حركة الجهد الإسلامي التزامنا بوقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال حركة الجهد الإسلامي في غزة تعلن التزامها بوقف إطلاق النار طالما التزم الاحتلال به الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أوضاع اللاجئين السوريين مع احتدام القتال شمال غرب البلاد موسيقى السابع صباحا في القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية تأتيكم عبر شاشة النيل ومن عنوين الأباء إلى تفاصيلها أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة الإفريقية وخلال لقاء رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة أعرب عن الحرص على دعم كل المبادرات رامية لتعزيز التعاون بين الدول العربية استقبل السيد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمر رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أرحب بالسادة رؤساء المحاكم مؤكدا سيادته التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الإفريقية وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية في مجال القضاء الدستورية بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة كما أكد السيد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار وفي ختام اللقاء أكد السيد الرئيس على أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها أخذا في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها مستعرضا سيادته في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كافة جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية فضلا عن تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التحدي كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أساد رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وقد أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى خاصة مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذلك الساحتان الدولية والإقليمية والتي تنعكس تدعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها مؤكدا سيادته في هذا الصياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات من جانبهم واجه الحضور الشكر للسيد رئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع الهام الذي يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية وقد شهد هذا الاجتماع مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لهذه التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية ويحقق لها الأمن والاستقرار عقدت لجنة العليا لميهني الاجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرة العامة وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة تمهيدا للمشاركة المصرية في الاجتماع الذي وجه الدعوة إليه وزير الخزانة الأمريكية لوزراء خارجية ومئة أدول الثلاث مصر وإثيوبيا وسودان في واشنطن يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري بمشاركة رئيس البنك الدولي غادر الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير دفاع والإنتاج الحلبي القاهرة متوجها إلى العاصمة الباكستانية إسلامباد على رأس وفد رفيع المستوى يأتي هذا في إطار زيارة رسمية تستغرق عدة أيام في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع كبار رجال الدولة والمسؤولين بوزارة الدفاع الباكستانية وذلك لتدعيم أوجه التعاون بين قوات المسلحة لكل البلدين في العديد من المجالات ترجمة نانسي قنقر قالت مارغريت هارس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 78 ألف ومعظمهم لا يزال في الصين وفي حوار خاص لقناة للأخبار أكدت هارس أن المنظمة تتواصل مع النظمة الطبية في دول العالم ومنها مصر للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الفيروس هناك كثير من الأشياء التي نعمل عليها مع مصر ومع دول الأخرى فنحن نعمل مع النظام الصحي في الدول للاستعداد يجب أن يكون كل الفريق الطبي على دراية بطبيعة هذا الفيروس الجديد وكذلك كيف يقومون بحماية أنفسهم ما يجب أن يقوموا به لحماية أنفسهم وما هي المعدات التي يحتاجون إليها لذا نحن نتصل بالمؤردين لكي نتأكد من أنهم يحصلون على المواد التي يحتاجون إليها ليتم استخدامها نحن نعمل كذلك مع المعامل لكي نعطيهم معلومات كيف يقومون بإجراء الفحص لهذا الفيروس وكيف يحصلون على الأدوات التي يحتاجون إليها لهذا الاختبار في العراق قال سلم نعم مسؤول الإعلام النجف إن الحالة التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا تعود لطالب إيراني دخل العراق قبل يوم واحد من حظر دخول الإيرانيين للبلاد الحالة التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا تعود لمواطن إيراني من طالبة العلوم الدينية في محافظة النجف الأشراف كان حظر أو دخل للمحافظة قبل يوم واحد فقط من قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطني الإيراني للعراق دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارش دول العالم إلى منع تصاعد وباء فيروس كورونا المستجد هذا وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن على دول العالم القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل لكنه شدد على أن الهيئة الدولية لا تعتبر أن الوضع بلغ هذه المرحلة بعده قبل أن يتحول فيروس كورونا المستجد إلى كبوس عالمي تكون آثاره هائلة على صحة البشرية والاقتصاد العالمي شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارش على ضرورة تعاون جميع الدول والقيام بكل ما هو ممكن من أجل مواجهة هذا الفيروس لا يزال بالإمكان احتواء المرض لكن إذا أخفق البعض إذا لم يقم البعض بكل ما هو مطلوب فإنه لا يزال من الممكن أن يخرج المرض عن السيطرة مع أثار هائلة على الصحة العامة والاقتصاد العالمي وخارج الصين حيث ظهر الفيروس وانتشر المرض في نحو 29 دولة ومنطقة أعلنت بكين عن أكثر من 77 ألف حالة إصابة بالفيروس و2600 حالة وفاة في المجمل ورغم أن الوضع الصحي لم يصل بعد إلى حد الوباء العالمي طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهنوم دول العالم ببذل كل الجهود للاستعداد لهذا الاحتمال نحن لا نشهد تفشيا عالميا لا يمكن احتوائه لفيروس كورونا المستجد في الوقت الراهن ولم نشهد حالات وفاة أو حالات مرضية خطيرة على نطاق واسع لكن من المحتمل أن يكون الفيروس وباء عالمي ومنظمة الصحة العالمية لا تعتبر أن الوضع بلغ هذه المرحلة بعد كانت المنظمة العالمية قد علنت في وقت سابق أن تفشي فيروس كورونا يشكل حالة طوارئ صحية معاربة عن قلاقها الباء لغتجاه ارتفاع عدد الوفيات المصابة بهذا الفيروس القاتل قال مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في غزة أن الحركة سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزمت به قوة الاحتلال الإسرائيلي نؤكد في حركة الجهاد الإسلامي وبعد قيادة هذه المعركة والرد على جريمتي خان يونس ودمشق دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ومنذ الساعة الحادية عشر ونصف من مساء يوم الاثنين نحن نؤكد في حركة الجهاد الإسلامي التزامنا بوقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال وسط مخاوف من تصعيد عسكري جديد توصل تبادل إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل في قطاع غزة كانت حركة الجهاد قد أعلنت انتهاء ردها العسكري على استشهاد ثلاثة من مقاتليها بنيران إسرائيلية في قطاع غزة ودمشق بعدما دعت الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ من غزة ووقف الضربات على إسرائيل لكن بعد فترة قصيرة وإثر استمرار القصف الإسرائيلي على غزة تراجعت الحركة عن قرارها معلنة استئناف الضربات على إسرائيل في تأكيد على معادلة القصف بالقصف حسب ما أعلن النطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد كانت الحركة قد أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة بعد ضربات إسرائيلية على مواقع لها في غزة وسوريا جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد من جهته أن منظومة الدفاع الصاروخي القبة الحديدية قد اعترضت عددا من هذه الصواريخ بينما لم تر التقارير عن سقوط إصابات من جراء هذا القصف الذي أعلنت الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عنها ويأتي هذا العدوان الإسرائيلي الجديد قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مصيرية بالنسبة للمستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تانياهو والثالثة خلال أقل من عام في إسرائيل دعا مجلس الأمن الدولي الفلسطينيين والإسرائيليين إلى عدم تقويد فرص الحل الذي ينص على إقامة دولتين وإبقاء حظوظ السلام قائمة وذلك في إعلان صدر بإجماع أعضائه وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لحل بالتفاوض مبني على إقامة دولتين وحظي الإعلان بإجماع دول الأعضاء في مجلس الأمن وبينها الولايات المتحدة قال المزيد من المتابعين ينضم إلينا عبر الهاتف من رمالة دكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام دكتور أحمد كيف تقرأ إجماع أعضاء مجلس الأمن على دعوة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى عدم تقويد فرص الحل والذي ينص على إقامة دولتين بالطبع إبقاء حظوظ السلام قائمة بالتأكيد هذا قرار جيد وبالتجاه الصحيح ولكنه أيضا بموافقة أمريكا بموافقة هذه الإدارة المتطرفة المنحاذة أن تنحاذ إلى هذا الكلام فهذا مهم ولكن مشكلة هذا الكلام أنه هذا كلام غائم ومدبوش حاسم ولا يقول ولا يشير أيضا إلى مرجعيات هذا السلام ولا إلى مرجعيات هذا التفاوض وبالتالي الولايات الأمريكية بهذه الإدارة عندما توافق على هذا الكلام لأنه دعم ينتبق حتى يتوافق مع ما جاء في صبقة القرن بشكل أو بآخر صبقة القرن يتحدث أيضا عن دولة فلسطينية ولكن ما هي مهيتها وجوهرها وعلاقاتها أيضا يتحدث صبقة القرن عن التفاوض ولكن أي دولة التفاوض لذلك هذا الكلام رغم أهميته خاصة التركيز على مسألة الدولتين ولكن كما قلت وغائم وليس واضحا عن الإطلاق نعم أشكرك دكتور أحمد رفيق أستاذ الأعلم كنت معنا عبر الهاتف من ربط الله سيطرت وحدات من الجيش السوري على عدة قرى وجبال بني في إدلب بعد معارك مع المجموعات المسلحة هذا وحذر مارك كاتس نائب المنصق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من أن القتال في شمال غربي سوريا يقترب بشكل خطير من المنطقة التي يعيش فيها أكثر من مليون شخص في خيام وملاجئ مؤقتة تزمنا مع استعادة القوات السورية السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي ومواصلة تحقيق تقدمها في شمال غرب سوريا تجري الأمم المتحدة محادثات مع تركيا لتعزيز تضافقات المساعدات عبر الحدود نحن نحاول توسيع العمليات الإنسانية ونجري مباحثات مع السلطات التركية بشأن صوب لزيادة المساعدات العابرة للحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا الأمم المتحدة حذرت كذلك من أن القتال بات قريبا من أماكن تأوي نحو مليون نازح ما يشكل خطرا وشيكا بحدوث حمام دم هناك أزمة حماية كبيرة في شمال غرب سوريا هي قضية جوهرية فهناك أكثر من ثلاثة ملايين مدني عالق في منطقة حرب في إدلب ويقترب القتال الآن بشكل خطير إلى منطقة بها أكثر من مليون شخص يعيشون في خيم وملاجئ مؤقتة وقرب الحدود التركية هناك أكثر من ثلاثة ملايين شخص عالقون قراء المعارك بين القوات السورية والميليشيات والجماعات المسلحة في شمال غرب البلاد نحن نزحنا لهون لأنه ما ظل فيه مجال النظام يتقدم من الجهة الشرقية ومن الجهة الجنوبية فالناس تحاصلت وصار نزوحة كبيرة كثير الناس اضطرت أن تأتي على أقرب مكان على الحدود التركية طبعا في هذا الحيط هنا نحن نعملون خيامنا على بعد خمسين متر من حيط التركية وتسبب النزاع السوري الذي يوشك على إتمام عامه التاسع بمقتل أكثر من ثلاثمائة وثمانين ألف شخص وتدمير البنى التحتية والسنزافي لاقتصاد عدا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها أعلن طرفان نزاع في ليبيا تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية التي تنظمها الأمم المتحدة في جينيفا وأعلن البرلمان الليبي أنه لن يشارك في الاجتماع على عدم موافقة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على جميع ممثليها كان الطرفان قدم مسودة اتفاقا لوقف إطلاق نار ينص على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الأمنة للمدنيين الذين نزحوا جراء القتال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سوف توقع صفقة لبيع مروحيات ومعدة عسكرية أخرى للهند تقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات دولار مضيفا أن الولايات المتحدة والهند ملتزمتان بالعمل معا في مواجهة الإرهاب وكان ترامب قد وصل إلى نيودلهي في زيارة تستغرق 36 ساعة في الهند أيضا قالت مصادر طبية أن أكثر من 35 شخصا أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة خلال مظاهرات مناهضة لقانون الجنسية المثير للجتل من جديد أصيب عشرات الأشخاص في اشتباكات وقعت في العاصمة الهندية نيودلهي بعد أن تحولت مظاهرات شارك فيها آلاف المؤيدين والمعارضين لقانون الجنسية الجديد إلى أعمال شغب استمرت عدة ساعات واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان في محاولة لتفريق الحشود بينما تبادل الجانبان المؤيد والمعارض للقانون الرشق بالحجارة وقالت مصادر طبية في نيودلهي إن أكثر من 35 شخصا أصيبوا في الاشتباكات كما اشتعلت النيران في عدد من العربات وحواجز معدنية خلال الاشتباكات العاصمة الهندية مركز للاحتجاجات المناهضة للقانون الذي يماهد الطريق لحصول المقيمين من الدول المجاورة من غير المسلمين على الجنسية الهندية وأدى القانون إلى اتهامات لرئيس الوزراء ناريندا مودي وحزبه الهندوسي بتقويد التقاليد العلمانية للهند في المقابل ينفي الحزب أي انحياز ضد الأقلية المسلمة التي يبلغ عدد المنتمين إليها 180 مليون شخص وتعد هذه الاشتباكات من أسوأ ما شهدته نيودلهي منذ بدء الاحتجاج على القانون أوائل ديسمبر الماضي وأعود لشأن المحلي حيث تواصل وزارة الداخلية جهودها لإقرار الأمن في جميع أنحاء الجمهورية يأتي ذلك من خلال شن العديد من الحملات الأمنية ضد البؤر الإجرامية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار إسبوع حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال تحقيق الانضباط المرورية في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 272 ألفا وتسعة مخالفة مرورية متنوعة من بينها 42 ألفا و18 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و285 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 4126 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية والإتجار فيها ومخالفات الشركات السياحية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية في إسبوع عن ضبط 7131 قضية تموينية متنوعة من بينها 103 قضية بيع استوانات متجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 15151 استوانات متجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها بمليونين وخمسة وعربعين ألفا وثلاثمائة وخمس وثمانين جنيها وضبط 16 قضية مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء بمضبطات بلغت 333 ألفا وثمانية وثلاثين لتر مواد بترولية إضافة إلى ضبط سبعة ألاف واثنتين عشر قضية تموينية بمضبطات وزنة ألف واربعمائة وواحد وسبعين طن ومائة وثلاثة وخمسين كيلو سلع غزائية وتموينية من بينها ثلاثمائة وستة وثلاثون طن ومائتين وتسعة وستين كيلو سلع غزائية غير صالحة للاستهلاك الأدمية ومائة وواحد واربعون طن ومائة واربعة وخمسين كيلو سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية ستة وسبعون ألف وستمائة قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت سلاسة وخمسين مليون وسمانمائة واربعة عشر ألف ومائة وسبعة وثلاثين جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة تمكنت أجهزة الوصارة من ضبط ألف وخمسمائة وست عشر قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أربع مليار وثلاثمائة وثلاثة وسبعين مليون وخمسة واربعين ألفا وخمسمائة وثلاثين جنيه مصرية جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن استضافت مصر الاجتماع الإقليمي للجان الوطنية العربية التابعة لمنظمة اليونسكو حول تعزيز دوري وقدرات اللجان الوطنية العربية كجزء من إعداد استراتيجية اليونسكو متوسطة الأجل تدافراً لجهود منظمة اليونسكو في تنفيذ برامجها وأهدافها بالتعاون مع اللجان الوطنية العربية تم تنظيم الاجتماع الإقليمي للجان الوطنية تحت عنوان بناء وتعزيز دور اللجان الوطنية العربية والتي تعمل على تعزيز القدرة التشغيلية للجان لتنفيذ البرامج الثقافية والترباوية الجديدة نعمل على تعزيز كفاءات الدول العربية من خلال عمل الليجان الوطنية هناك العديد من الجلسات التي تناقش ذلك وسوف نقدم تدريبا عمليا للليجان لأنهم شريك أساسي وحلق للتواصل بيننا وبين الدول العربية إبراز دور الليجان الوطنية وتعزيز أنشطتها خاصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة لزيادة مشاركتها الفاعلة في تنفيذ البرامج المختلفة هذه الليجان كما ذكرنا لها دور مهم وأساسي في دفع أجندة اليونسكو بشكل عام سواء كان ذلك في مجالات التعليم أو في مجالات الثقافة أو في مجالات التقانة المعلومات والاتصالات أو ترويج العلوم بشكل عام وأيضا في العلوم الاجتماعية فبالتالي الليجان الوطنية هي شريك أساسي وعضو للمكاتب أعلم جميعه يعلم على التنمية المستدامة وبالذات على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتعليم الجيد وهناك العديد من المشاريع والمبادرات التي نعمل فيها بالدول العربية والتي تساهم في تطوير التعليم وعلى مدار إنعقاد أيام هذا الاجتماع وهذه المشاورات الإقليمية تسعى المنظمة للتوصل إلى التوصيات التي تساعد على بناء توافق دولي في الأراء بالشأن تقوية وتعزيز الكفاءات والقدرات التشغيلية لعمل تلك الليجان مع شركاء التنمية إنشاء منصة تفاولية بين الليجان الوطنية وشركائها فاللجان الوطنية العربية تعمل على تدعيم وتعزيز القيم الثقافية والتربوية المشتركة التي تعزز ثقافة الحوار والتسامح وحب الخير فالتنوع الثقافي هو الدعم الأساسي للحياة الإنسانية في المجتمعات كلها أحمد سعد الدين أنيل ونشرتنا مستمرة وفيها ولكن بعد قليل رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم لسوء الأحوال الجوية اشتركوا في القناة ملفات عربية نتابعها نحللها نقلب في أوراقها ونقض في تفاصيلها في حلقات من برنامج شؤون عربية اشتركوا في القناة حيث أعرب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تطلع مصر إلى تطوير وتعميق العلاقة الاقتصادية والتجارية مع كوريا الجنوبية والتي تعد واحدة من أكثر الدول المتقدمة اقتصاديا وخلال لقائه وزيرة التجارة الكورية الجنوبية والوفدة المرافقة لها رحب مدبولي بعقد منتدى الأعمال المصري الكوري الجنوبية على هامش الزيارة الرئيس الكوري مونجين مصر كما شدد مدبولي على الأهمية التي تولها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية إلى مصر تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات أمس الاثنين وطبقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار ليسجل 15 جنيه و50 قرشا للشراء و15 جنيه و60 قرشا للبيع وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفع الذهب أكثر من 2% ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير لعام 2013 إذ فاق مرتفع حالة الإصابة بفيروس كورونا المخاوفة من تضر النمو الاقتصادي العالمية وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 من 100% إلى 1663 دولار للأوقية كما بلغ سعر جرام الذهب عير 21 الأكثر رواجا في السوق المصرية نحو 728 جنيه مرتفعا بمقدار 20 جنيه قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين أنه لا يتوقع أن يكون الفيروس كورونا تأثير مهم على اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين وأضاف مينوتشين أن الصين تركز في الوقت الحالي على الفيروس ولكن واشنطن لازلت تتوقع أن تفي بكين بالتزامتها بشراء المزيد من السلع والخدمات الأمريكية بموجب الاتفاق إلا أن المسؤولة الأمريكية أقر بأن تفشي كورونا قد يرجع بدء مفعوضات تعميق اتفاق التجارة مع بكين والتوصل لاتفاق المرحلة الثانية وفي أسواق البيترول تراجعت أسعار النفط أكثر من 4% في الوقت الذي تسبب فيه الامتشار السريع لفيروس كورونا في عدة مواقع خارج الصين في قلق المستثمرين بشأن تأثر الطلب سلبا وتراجع خام القياس الأوروبي مازيك برينت إلى 56 دولار فاصل 9 سنت للبرميل ونزلت العقود الأجلة للخام الأمريكي إلى 51 دولار فاصل 28 سنت للبرميل وأخبار رياضة في نشرة السابعة بعد الفاصل قرر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم على مستوى الجمهورية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقعة وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة في القاهرة من المنتظر أن تستمر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تسقط الأمطار من متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتكون رعدية على بعض المناطق وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء قد تصل إلى حد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح ما بين أربع وخمس درجات مئوية ومن المتوقع أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ترجمة نانسي قنقر انطلقت بكلية الطب جامعة المنصورة فعاليات دورة تدريبية لدعم مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والتمريب من مختلف التخصصات الدورة تلقي نظرة عامة على العنف ضد المرأة وتجارب الناجيات انطلقت فعاليات الدورة تدريبية لدعم مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والتمريد من مختلف التخصصات وذلك في إطار التعاون بين كوليتي طب المنصورة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة الدورة بتتضمن محاور رئيسية وهي رفع الوعي عن موضوع ممارسات العنف ضد المرأة وكيف أن كثير من هذه الممارسات تتجاوز الآدى البدني إلى الأزاء النفسي والأزاء الاجتماعي والحرمان من حقوق معينة هذه المحاور بتغطيها الدورة التدريبية بالإضافة أنها بتوضح دور الطبيب أو دور الفريق الصحي بما فيه من الممرضات ومشرفين وأقصائيات اجتماعيات في التصدي للعنف ضد المرأة من خلال منظومة متكملة المنظومة دي بتحتاج لنوع من التنصيق بين الجهات المختلفة وبتحتاج إعداد العاملين في هذا المجال بمهارات هامة جدا أهمها مهارات التواصل مع الناجية من العنف يأتي ذلك تزمنا مع افتتاح أول عيادة متخصصة لعلاج المعنفات من السيدات لتلقي الخدمة العلاجية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تم توقيف روتوكول ما بين جامعة المنصورة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة على مكافحة العنف ضد المرأة وبداية التفعيل ورش عمل خدناها في سبتمبر اللي فات لكن النهاردة احنا بنستعد لفتح العيادة عيادة لمعالجة المعنفات أسريا مشارك معنا عدد من التخصصات الطبية اللي دائما المرأة بتلجأ لهم في حالة العنف زي طب وجرحة العيون النساء والتوليد الطب الشريع والسموم والطب النفسي والطب الطوارئ الأوليس ده النهاردة هيختاروا عشرين متدرب ليدرب آخرين يعني هي TOT Training Course هيدرب عشان ننشر الثقافة لحين إن شاء الله نفتتح مع بعض وتحضروا معنا افتتاح العيادة المجهزة من الصندوق الأمم المتحدة والسكان تضمنت الدورة التدريبية نظرة عامة على العنف ضد المرأة وتجارب الناجيات والفئات الأكثر تعرضا للعنف من السيدات والفتيات إضافة إلى التصورات والمعتقدات التي تؤثر على رعاية الناجيات من العنف وتقييم المخاطر شملت الدورة تعريف مقدمي الرعاية على الناجية ومهارات الاتصال معها ومبادئ الفحص في حالات الاعتداء الجنسي من قبل الطب الشرعي وعدم إغفال للرعاية النفسية للناجية نظام الاتحاد الأوروبي مؤتمرا بجامعة القهرة تحت عنوان التعليم وتمكين الشباب لإعلان تفاصيل مشروع الحرم الجامعي الذي يموله الاتحاد بأسابع دول بهدف دعم الشباب في مجالة التعليم لدعم مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض من مختلف التخصصات وذلك في إطار التعاون بين كولية طب المنصورة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة الدورة بتتضمن محاور رئيسية وهي رفع الوعي عن موضوع ممارسات العنف ضد المرأة وكيف أن كثير من هذه الممارسات تتجاوز الآدى البدني إلى الأزاء النفسي والأزاء الاجتماعي والحرمان من حقوق معينة هذه المحاور بتغطيها الدورة التدريبية بالإضافة أنها بتوضح دور الطبيب أو دور الفريق الصحي بما فيه من الممرضات ومشرفين وأقصائيات اجتماعيات في التصدي للعنف ضد المرأة من خلال منظومة متكاملة المنظومة دي بتحتاج لنوع من التنصيق من الجهات المختلفة وبتحتاج إعداد العاملين في هذا المجال بمهارات هامة جدا أهمها مهارات التواصل مع الناجية من العنف يأتي ذلك تزمنا مع افتتاح أول عيادة متخصصة لعلاج المعنفات من السيدات لتلقي الخدمة العلاجية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تم توقيب روتوكول ما بين جامعة المنصورة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة على مكافحة العنف ضد المرأة وبداية التفعيل ورش عمل خدناها في سبتمبر اللي فات لكن النهاردة احنا بنستعد لفتح العيادة عيادة لمعالجة المعنفات أسريا مشارك معنا عدد من التخصصات الطبية اللي دائما المرأة بتلجأ لهم في حالة العنفة زي طب وجرحة العيون النساء والتوليد الطب الشريع والسموم والطب النفسي وطب الطوارئ الأوليس ده النهاردة هيختاروا 20 متدرب ليدرب آخرين يعني هي تي أو تي ترينين كورس هيدرب عشان ننشر الثقافة لحين إن شاء الله نفتتح مع بعض وتحضروا معنا افتتاح العيادة المجهزة من الصندوق الأمم المتحدة والسكان تضمنت الدورة التدريبية نظرة عامة على العنف ضد المرأة وتجارب الناجيات والفئات الأكثر تعرضا للعنف من السيدات وختم للنشرة تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء خلال لقائه عددا من رؤساء أجهزة المخابرات الرئيس سيسي يؤكد دعم مصر لجميع المبادرات التي تعزز التعاون بين الدول العربية نحن نؤكد في حركة الجهاد الإسلامي التزامنا بوقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي في غزة تعلن التزامها بوقف إطلاق النار طالما التزم الاحتلال به الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أوضاع اللاجئين السوريين مع احتدام القتال شمال غرب البلاد بهذا نصل إلى خطة من نشرتنا المزيد من المتابعات على موقعنا الإلكتروني نال.يجي شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر